اشتركوا في القناة نكتب السبب الأول السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ جميع الأحكام الفقهية وجميع تفاسير القرآن للأمة وإنما استودعها لدى أمة أهل البيت يبلغوها لأهل زمانهم كلهم بحسب زمانهم بحسب الأحداث المستجدة والأحكام الفقهية المستجدة هذا هو السبب الأول معلش عيد السبب الأول تاني ده ونركز فيه واحدة واحدة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ بالمستحدثات ولا هناك علوم فقهية وعقائدية لم يبلغها النبي هناك أمور تتعلق بتفسير القرآن الكريم النبي لم يفسر جميع الآيات القرآن الكريم يعني إذن هناك إذن معلش واحدة واحدة عشان بس تفهم حسين أنا بحب أتكلم معاك عشان نفهم أنا أو أنت يبقى إذن هناك أحكام فقهية وعقائدية لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ نعم وسيبلغها علي بن أبي طالب صح؟ يبلغها ليس الجميع يبلغ لأهل زمانه ما يحتاجون إليه ثم يستودع البقية عند الحسن طيب هو مش النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم كان في أهل زمانه نعم بلغ ما يحتاجون إليه في زمانه طيب يبقى ما فيش تقصير ما فيش تقصير في زمانه طيب أنت من شوية بتقول أن هناك بعض العقائد وبعد تفسير القرآن لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم بوم نعم كذلك نحن وأنتم نعتقد أن هناك بعض الصحابة المؤمنين يا عم سبح من الصحابة ديوادي تدخلت الصحابة لي إحنا قياساتنا وقواعدنا غير قواعد بتاعتكم نعم نعم أنت الذي قلت أن هناك أشياء عقائدية مساء العقائدية لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل زمانه وكذلك مساء الفقهية لم يبلغها لأهل زمانه تمام طيب يبقى هناك إما أن يكون هذه العقائد ليست معروفة للنبي أو بلغ النبي ولم يفسرها مثلا تمام نعم نعم هناك بعض الناس ما في زمن الرسول الآن الأشياء المساء العقائدية أو المساء الفقهية بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يبلغها؟ لم يبلغها كاملا لم يبلغها كاملا إذن هناك تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم لا هو بأمر الله استودع جزءا منها لدى الأمة لا حوله ولا قوة طيب المسائل دي كان يحتاجها الناس في زمن النبي لا لم يكن يحتاج إليها الناس في زمن الرسول والله يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم بأم ربعة لما الناس مش محتاجها يبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها هم لم يحتاجوها في زمن الرسول ولكن استجدت الأمور ماشا يبقى كده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حسب اعتقادك مش حسب اعتقادي أنا أو تفسيري أنا أنت تقول أن هناك بعض المساء العقائدية وبعض المسائل الفقهية لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأن القوم لا يحتاجونها صح؟ نعم طيب القوم دول احتاجوها في زمن علي بن أبي طالب احتاجوا بعضها ايش عرفك عرفت منين الزمن يتطور وتظهر أمور جديدة ادينا بعض المسائل التي لم يحتاجوها في عصر النبي واحتاجوها في عصر علي بن أبي طالب مسائل الفقهية وعقائدية طيب في زمن علي لم يختلفوا مثلا في تفسير بعض الآيات او اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية فأوضع لهم علي حبيبي الاختلاف شيء وتقصير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يقولها شيء آخر أنت تقول أن النبي لم يبلغها لم يبلغ بها وبعدين هناك فرق ما بين أن أنت رجل عربي وما تعرفش كلمة عربي وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرب ويعرفها صحيحا طيب طيب داني نعم ولكن برضو السؤال ما زال قائما ما هي المسائل العقائدية التي لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها علي بن أبي طالب مثلا 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 عقيدة الرجعة عقيدة الرجعة عنده كنتو حضرتك عنده كنتو نعم نعم عقيدة الرجعة مثلا عقيدة الرجعة مثلا في ناس مش عارفة عقيدة الرجعة يعني عقيدة الرجعة عقيدة الرجعة أن هناك بعض المؤمنين وبعض الكافرين يعودون إلى الحياة بعد ظهور المهدي بعد ظهور المهدي سيعودون إلى الحياة زي مين ومين أبو بكر وعمر كده كثير من المؤمنين وكثير من الكاثرين يعودون ماشي ماشي أبو بكر وعمر والمفروض بقى أنه هو أبو بكر وعمر مين اللي حيطلحهم من القبور بتاعتهم بس عشان الناس تسمع عقائدكم بس نعم ورد هناك روايات أنه يعود أبو بكر وعمر هو يعود لوحده يعني هو كان نايم لوحده عاد ولا مين اللي عمل إيه احكي لنا عادي مفيش مشكلة تفضل لا نحن نريد أن نناقش أصل السؤال لا معلش ما ده برضو من أصل السؤال يعني كيف يرجعون يعني المهدع يعمل إيه عشان يرجحهم يحييهم الله سبحانه وتعالى من جديد أي والمهدع يعمل إيه لا حسب الروايات ما لكش دعوة أنت الله عز وجل هو لو هو عمل كده الله عز وجل هو في الآخر من يحييهم لكن المهدع يعمل إيه عشان يحييهم يعمل إيه نعم ورد أولا أولا موقف الشيعة من أبي بكر وعمر أنا مريش دعوة دراتي موقف الشيعة منهم أنا مريش دعوة دراتي أنا بس ألك المهدع يعمل إيه عشان يحيي أبو بكر وعمر وعائش هيعمل إيه هو يحييهم يا باشا ما هو يحييهم يعني يقول لهم بيخ فيصحوا هيعمل إيه أقول لك أنا هيعمل إيه نعم ورد في الروايات أنه يصلبهم أي لا أنا مش يصلبهم قبل ما يصلبهم هيعمل إيه ورد أنه يحرقهم أيوة قبل ما يحرقهم يعني هو بيطلحهم دلوقتي يعني طلحهم منين أطلحهم من الغرف بتاعتهم ولا هيتطلحهم من القبر ينبش القبر وطلحهم يخرجهما من قبريهم أيوة يعني عينبش القبر وطلحهم من القبر بتاعتهم صح؟ نعم وبعد كده يصلبهم صح؟ نعم ورد في الرواية هكذا شكرا لك يا حسين هو دل اللي أنا عايز أوصله شكرا لك يا حسين يعني في الآخر نبشين قبور الله المستعان في الآخر طلعوا نبشين قبور وعلى ذكر الرواية حتى كمان بتاعت نبش القبور لا تصح عن دخل آه دين أنا بنعلمه ترجمة نانسي قنقر